السلام عليكم الكونغرس الأمريكي خطأ خطوة جديدة تجاه قرارات الحرب على العراق وهذا طبعا كله صار في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل عملية إبطال وإلغاء الـ AUMF Authorization for Use of Military Force لحقيقة لقرارين أول قرار الذي صدر في عام 1991 من أجل إخراج القوات العراقية من الكويت بعد غزو الكويت طبعا كنا نذكر هذه الحادثة بالإضافة إلى ذلك إلى قرار الحرب اللي هو صار في عام 2002 على أساس صارت عملية غزو العراق في عام 2003 فاللي صار في لجنة العلاقات الخارجية أولا أن هناك حقيقة دعش من الجمهوريين في هذه اللجنة ودعش أيضا من الديمقراطين فاللي صار أن كل الديمقراطين صوتوا موافقين على عملية إلغاء هذين القرارين وثلاثة من الجمهوريين انضموا إلى هذول طبعا الدعش ديمقراطي وبالتالي صار السكور والتوتال سكور مالتهم هي 14 مؤيد لعملية الإلغاء وثمانية معترضين وبالتالي انتقلت هذه العملية من لجنة العلاقات الخارجية إلى مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل التصويت على هذا الموضوع وهناك طبعا خمسين من الجمهورين وخمسين من الديمقراطين وهناك شخص فاصل اللي هو كمال هارس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي هي تفصل بهذا الموضوع وبالتالي الأغلبية للديمقراطين أي جمهوري يصوت مع الديمقراطين كما حدث الآن في لجنة العلاقات الخارجية ينتهي هذا الموضوع وهذه القرارات تنتهي وهذا باختصار معناته أن جو بايدن إذا ما قرر أن يدخل بأي حرف في العراق فيجب أن يعود إلى الكونغرس الأمريكي وتحديدا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي حتى يقدر يأخذ تخويل من عدهم من أجل القيام بالحرب وطبعا هذه القضية هناك معترضين على هذا الأمر وهذه تبرر الكثير من الاعتراضات اللي تتجي من الجمهورين تحديدا وبشكل خاص من تيد كروز اللي هو قدم مؤخرا تعديل حول هذا الموضوع وخاصة حول قرار الحرب اللي هو صار في عام حقيقة 2002 وغزاو على أساس العراق يقول إحنا لازم نعدل عليه بالطريقة اللي تخدم جو بايدن وهناك وجهة نظر للجمهورين في هذا الموضوع ليش إنه هذا ضروري ويجب أن لا يلغى شوف شون الجمهورين اللي يعتقدون هم يعتقدون إنه الآن جو بايدن بعملية هذه الإلغاء اللي تتصير هي راح تخلي حقيقة بدون أي قرارات للحرب يقدر يستخدمها إذا ما تمت مهاجمة القوات الأمريكية أو حاول أن يسوي ردع في المستقبل واستخدامها للمادة الثانية من حقيقة المادة الدفاعية المتعلقة الدفاع عن النفس في الدستور الأمريكي فهذه مو بس الجمهورين اعترضوا عليه وإنما الديمقراطيين اعترضوا من حزب جو بايدن نفسه اعترضوا عليه كثيراً وقلوا له أنت هذه الضربتين حقيقة اللي سويتها بحسب هذه المادة هي بها مشكلة خطيرة جداً وأنه أنت شاء لازم ترجع إلى الكونغرس الأمريكي فبالتالي هذه المادة اللي يشوفون الجمهورين هي غير كافية لتحقيق ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية كذلك أنه ليس هناك ضمانات حتى هذه اللحظة من أن الفصائل المسلحة لن تقوم بمهاجمة القوات الأمريكية البيانات والتصريحات توضح بأنهم سيهاجمون في المستقبل وأنت لا تمتلك هذا القرار يا بايدن هذه وجهة نظر الجمهورين طبعاً وكذلك أن التوقيت مهم جداً هذا التوقيت حرج للغاية واللي هو متعلق في الاتفاقية النووية هذه تعتبر إشارة ضعف إلغاء هذين القرارين إلى حقيقة إيران بأننا نريد أن نقدم لكم تنازلات من أجل الاتفاقية النووية وغيرها من هذه الأمور مع وجود طبعاً رئيسي وإبراهيم رئيسي وألقاء للقسم اليوم وتسلم الأمور بشكل رسمي وبالتالي هذا ضعف من وجهة نظر الجمهورين ولكن الديمقراطين رداً وبكل سهولة على هذا الموضوع قالوا بأن حقيقةً نحن كديمقراطين نعتقد أننا لا نحتاج إلى هذه المواد كلها وباختصار شديد جداً بايدن لديه كل الصلاحيات والقرارات لكي يقوم بالضبط بالأمور التي كان يتمتع بها بالأيو أم أف وهي على المستوى العراقي والحقيقة حتى البنتاجون أكد هذا الأمر مؤخراً وطبعاً هذا يجي عملية إلغاء الأيو أم أف لعدة أمور مهمة جداً وأسباب مهمة جداً يجب أن نفهمها أن الأوساط الأمريكية بدأت ترى هذا القرار لم يأتي بالنتيجة الحقيقية والدليل على ذلك أنه آخر استخدام لهذا القرار تحديداً لما صارت في عملية مطار بغداد واختالوا بها قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس النتيجة كانت عكسية بحسب البولوتيكو زادت الفصائل المسلحة من عملية هجماتها بدلاً من أن تكون هذه الضربة هي رادئة لهذه الفصائل المسلحة زادت من أشكالها زادت من هجماتها طائرات مسيرة صواريخ وغيرها وبالتالي يجب علينا أن نأخذ طريقاً مختلفاً ولذلك ديفيد أغنيشيس أحد أهم الخبراء في العلاقات الخارجية والسياسات الخارجية الأمريكية تحديداً في الشرق الأوسط وحتى في العالم هو امتدح بايدن وطبيعة تصرفه في العراق وطبيعة إلغاءه ومضيه في عملية إلغاء القرارات وتحويل القوات الأمريكية من قوات قتالية إلى قوات تدريبية امتدحه كثيراً على الرغم هو معترض على ما حدث في أفغانستان من انسحابه وقال بأن بايدن يتعلم من أخطاء دائماً وخاصة في العراق ليش هو دي يعتقد بهذا الشكل؟ لأن هذا التحويل في القوات الأمريكية حقيقةً هو أبقى أولاً للعلاقة الاستراتيجية مع العراق إذا كانت مع حكومة الكاظمي أو أي حكومة أخرى بالإضافة إلى ذلك أن الأمور الاستخبارية مستمرة مع الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وحتى في مواجهة الإيران أو حتى الفصائل الإيرانية لأن هذه الأمور لا يمكن لأحد أن يطلع عليها بسهولة فبالتالي الأمور الاستخبارية موجودة لمساعدة العراق وإذا ستقوّل حكومة العراقية لتحقيق ثلاثة أمور تبعدها عن إيران تماماً وتميل نوعاً ما إلى الحضن العربي بشكل أكبر وإلى المجتمع الدولي ما هي هذه الأمور؟ أولاً الأمور هي أن الطاقة الكهربائية الحكومة العراقية تريد تشتريها الآن من الأردن وهذه طبعاً يجي جزء من تمويلها طبعاً من قبل الإمارات بالإضافة إلى ذلك أنه أصلاً العراق سينضم إلى الشبكة الكهربائية للخليج العربي وهذا طبعاً كلها رح يصير عن طريق الكويت تحديداً بالإضافة إلى ذلك أنه العراق الآن حط مشروع في ظل هذه الحكومة هي من أجل الاعتماد على النفس في طبيعة الغاز الطبيعي اللي إحنا دناخذه من إيران ومن المفترض بحسب هذه الخطة إذا ما صار شيء لا سامح الله أنه العراق يجب أن يعتمد على نفسه في عام 2025 في الغاز الطبيعي بالتالي لا حاجة لإيران وأخذها وأخذ العراق وشراء العراق الغاز الطبيعي بهذا الشكل وحرق بهذا الشكل الكبير اعتماد العراق على نفسه وبالتالي تحقيق البلانس والتوازن الذي تبحث عنه الحكومة العراقية ولكن أيضاً في قضية مواجهة الفصائل المسلحة واستهدافها للقوات الأمريكية ديفيد أغنيشوز كشف أمراً مهماً فقط هو حقيقة اطلع عليه وكتبه في الواشنطن بوست عن طبيعة هذه الفصائل ما إذا كانت ستهاجم أخبرتني المصادر أنه بعد انتهاء زيارة الكاظمي أصدرت طهران تعليمات لوكلائها العراقين بوقف الهجمات على القوات الأمريكية واحتجت الميليشيات ولكن ليس بصوت عالد وهذا يفسر أنه من عودة سيد مصطفى الكاظمي إلى حد هذه اللحظة كيف أن الميليشيات لم تقم بأي هجوم في الداخل العراقي تفسير واضح جداً وتصديقاً لهذه المصادر أنه فعلاً على واقع الأرض هذا ما نلاحظه على الأقل حتى هذه اللحظة يضاف إلى ذلك أيضاً أنه التقى بالسيد الكاظمي قبل شهر وكشف أمر متعلق بهذا الأمر بأن هذه رغبة عراقية خالصة وأن العراق ليس تحت الضغط في عملية هذا القرار تحديداً شوف شون اللي قاله هنا كان الكاظمي قد أخبرني في بغداد الشهر الماضي أنه يريد مثل هذا الاتفاق على الرغم من اعتراضات بعض الميليشيات المدعومة من إيران ويضل طبعاً السؤال الأكبر ما إذا كان حقيقة هذا الأمر سيكون فعلاً في مصلحة العراق وأنه سيؤدي إلى نتيجة يعني يبحث عنها العراقيون وأنها لن تؤدي إلى عملية تصعيد في المستقبل وتظل علامات الاستفاق مع وجود رئيسي مع تعثر الاتفاقية النووية هل ستتغير المعطيات أم لا تظل بالتأكيد الأيام القادمة كفيرة بالإجابة على ذلك